قصة النهاردة عن التعصب عن أب بيدرب مراته بيجبر بناته على النقاب أب ما بيعترفش بحاجة اسمها حصص رسم وموسيقى في المدرسة مع إن ربنا قدى البنته موهبة الصوت الحلو وهي بتغني وبتعزف عود من وراء في المدرسة بمساعدة مامتها والمس بتعطي الموسيقى ولإن البنت خايفة من باباها اللي حارمها من موهبتها وفي نفس الوقت مش قادرة تمنع نفسها عن حب الغنى والموسيقى اللي هي بتعملها في السر تفكيرها وديها إنها تعمل قناة على اليوتيوب تغني وتعزف فيها وهي لبسها النقاب عشان ما حدش يعرف هويتها ويعرفها مين أو يوصل لها وبعتها تاخد رقائنا عشان كده منورنا النهاردة ومشرفنا دكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك عشان نقول لهيبة بتعمل إيه؟ إزايك يا دكتور إيه الله أهبوه أخبارك إيه؟ عمل إيه؟ الحمد لله إراك في قصة النهاردة قصة مهمة جداً وبتحصل في كتير من البيوت لو عايزين نربي ولادنا مفروض نربيهم قبل ولادتهم بعشرين سنة عن طريق تربية الأب والأم فالأب والأم التاريخ العائلة بتاعهم بتاع التربية هو اللي بيحدد ابني وبنتي هما الصورة ليه هيتطلعوا إزاي؟ هل هيتطلعوا سويه؟ والظروف مش عايز أقول إن الظروف الصعبة ممكن تطلع واحد غير سوي يعني عندنا أينشتاين وتوماس آيسون عندنا شخصيات كان عندهم صعوبات تعلم وظروفهم صعبة بس كان في عيلة وعية وعية أنا مش بتكلم عنا فكرة محول أمية ولا بتكلم عن كهر التعنيم يعني لأ بس كان في وعي وإدراك وعيبا لإيه؟ للتربية سليمة أصدق؟ بالظبط إزاي طلعوا؟ هنية الطيبة الكلام الناس الطيبين إنه على الأقل لو طبطب على الولد لو شفواه محتاج إيه شوف وحتى لو معوش حاجة يقولوا مثلا أنا إمكانياتي كذا ومش قادر أجيب كذا صح؟ إحنا نصارحهم باللي إحنا نقدر نعمله واللي ما نقدرش نعمله بصدي دي حقيقة دواعي بصدي الفكرة اللي إحنا نطلعهم عندهم قيم وسركيات صح بس نطلع قدوة لهم إحنا للأسف بنعمل عكس أنا الأب أنا اللي بحكم أنا السيد أنا بعمل كذا السبب التربية ده زمان كان بينفع بس بقى السوشال ميديا بقى والتطور التكنولوجيا اللي بيحصل نعم بس زي ما قلنا بيشرب سجائر ومش عايزه راديو شربه سجائر عايز بناته يربسه النقاب وهو لا يقتدي ولا يمت للدين بصلاة طب لما نجبر العيال على الدين هل الدين فيه إجبار؟ طيب بيحصل إيبقى طب بيبدأ عمله زي يقولي كان خليهم يسمعوا نعمل إيبقى؟ الإجبار فكرة الإجبار في حد ذاته عن الدين إحنا عندنا حاجة طيب لو أجبرته بشكل ليه علاقة بالإيزاء البدني الضرب فأنا كده بعمل حاجتي يبقى طالعه شخصية سيدية وتتمتع بإيزاء الآخرين هيبدأ بالشخصية الأضعف وحزن أبي كده بورسعيد الإبن اللي موت والدته بالسكينة كنوع من أنواع على الإسقاط النفسي كفاية أنا تعيبت من غير ما قصده مية الوالدته والنوع الثاني المهم جدا أنه هو بيأثر على المادة البيضة اللي حاولين من محور العصر بتاع المخ نفس شكل المخ اللي بيحصل للعساكل والجنود اللي برجعه من الحروب بالزبط إيبقى؟ هو المحور العصبي فيه مادة بيضة حاولين المخ دي اللي بتأثر على الحالة المزاجية اللي ممكن توصل الهوس الاكتئابي أو الاكتئاب والميول الانتحرية وده حصل في معدل صحة العقلية بتاع كندا وفي أمريكا كتير قوي إن كتير من اللي بتعرضوا للعنف الأسري إجبارا على أي شيء ممكن بعد كده عندهم ميول الانتحرية أو شخصية سادي ده بالنسبة للبيهيفر للسلوك رقم تلاتة بيكونوا نفسهم في الإشباع العاطفي إشباع العاطفة اللي هو الحب المنطقة الأماني كونفرزون ما بيش بيلاقوه فبيدوروا عليه بره فبيدوروا عليه بره ده هم ممكن يكونوا عرضة للتنمر وممسوطين أو التعرف اللي مش صح مع الجنس الآخر عشان هي أو هو مش حاسين بالحب جوه البيت فبيدوروا عليه بره محتاج حنان من بره زي ما بنسمع البنات بتعمل أو ولت بتعمل يعني محتاج حنان بره ضحك على بنت الناس واحدة ضحك عليها واحد ضحك عليها بمتشوف الكلام ده كنتي يقولك أنا بنتي مش عارفة يا عمرك كده لي عمرك كده عشان ما لقيتش حنان جوه مدين ده حي عشان ما لقيتش أبي طب طب ولا حد يهدى في حضنها ده العنصر العنصر الأخر اللي يضحك عليها ممكن يبقى عنده حاجة اسمها إدمان العلاقات طلع من بيئة غير سوية فبيبدأ يحس بذاته لما بيدحك على البنات لان يمكن إخواتهم يبقوا كده اه طبعا هو بيد من علاقات المتعددة وفعلا سافر بره أول واحد لما بيسافر بره يعني اه هقولك فيه بيبقى أكل العيش وحاجات كده ده مش هربان ده مش الولد ده مهربش يعني انه عشان يهرب من ظلمه وقهره وتحكمات البابا طب احنا عندنا حاجتين اه لو كان من الشخصيات الخجولة أو المتواضعة أو قلت ثقة بالنفس هيكتفي بالأمر الواقع والخلاص وده كارسة لو كان من شخصيات العنيدة القوية اللي هي الجريئة هيتمرد أنا عايز أهرب عايزه في نفسي عشان مش عارف يبقى أخلق عندي دافع إنه نجح فلازم يهرب خامس نقطة الإجبار عالدين بيجيب حاجة اسمها التشدد الديني اللي هو ممكن يوصل معايا حاجة اسمها رهاب الوجود ليه عنصرين رهاب الوجود من كتر على الحرام على النار فالدنيا كلها بقية سندة أبا جورة دي حرام سندة زي ما أختها بتجوزت له أحد بمتشدد جدا بس هي ما كانش عندها يعني حقق أو يعني ما قدرش أقول إنه ما كانش عندها اختيار إن هي تقول لأ صح موسيقى